موسيقى ربما تغيرت أصاليب العمل الزراقي في زمن كورونا لكن السوق المغربية لم تغرف نقصاً أو احتياجاً رغم الوباء المثال من إقليم الصخيرات هؤلاء المزارعون استأنفوا عملهم بطريقة اغتيادية مصاحبة لغدة احتياطات وتدابير وقائية واحترازية فهم زالوا ملتزمين باحترام الأجندة المحددة سابقة للإنتاج الفلاحي مما يسمح بتموين مستمر وغادي للسوق وبالكميات الكافية من المواد الفلاحية والغذائية بالنسبة لنا الحمد لله بقى الأمور غدا كمائية ولكن كنا نخذ حتياطات دينا الانساج بقية هو هو الانساج اللي كنا نزوق بل من قل ما جاءت زائحة الكورونا ما زال هو الانساج ما كنشي تغير تدابير العزل والتباعد الاجتماعي غيرت من شكل العمل الاعتيادي وقلصت من عدد ساغاته أيضا إلا أن المزارعين يؤكدون أن احترام التدابير التي فرضتها الضرفية لا يفسد للإنتاج قضية خاصة أن السلطات لا تتوانى في تقديم يد المساعدة والتسهيل في إطار تدبير الجائحة الحمد لله كل شي كينا واقفين معنا من الصغيرة الكبيرة زيما أي حاجة احتجنا كي يجوعدنا كي يستطروا معنا وبالنسبة لهذا واقفين معنا السلطات المحلية ولا الأعوان السلطة ولا أي هذا واقفين معنا بالحق ومزيرين الوقت مزيان لا ما نهضروش بزيان وحنا تحنا من التازمين ديبا كان نخدمه غير صنهار وكان رتاحه في حنة وبالنسبة له بغنا نتقدى وكان بشو مرافع عشر أيام أو ثمني أيام امداد السوق المغربية بما يكفيه من مواد فلاحية وغذائية لا يخل من صعوبات على المزارعين خاصة في ظل النقص المتزايد لليد الغاملة الفلاحية تخوفا من انتشار وباء كورونا بين الغاملين مما قد يبطئ من صيرورة الغمال إلا أن المزارعين يؤكدون أن الانتاج ما يزال مستمرا بالرغم من العراقيل مع تحقيق اكتفاء في المنتوجات يغطي مدة طويلة من الاستهلاك ندب على حساب الشلاحة من كطلع عندنا مثلا منذك ستاة والاسباح تالعشرين إلا كان دب حالة بطاطا وكان عدنا شيء كان جمعه الغلق كان طلع تزيد الخدامة ولكن دب وخات بغي تزيد ما تلقاش كالدور دوك ربعولة خمسة لعدك ومعنش كالدور نجي تحفرهم بطاطا تصبوا من المنتوج الأخر يجاي باقي ما وصلش وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كانت قد أشارت إلى أن توزيع الزراغات الذي تم وضعه خلال فصل الشتاء وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال الشهر المقبل